بين الذكاء الاصطناعي والبشرية شعرة قد تقلب الموازين هذه المرة نغصت التقنية المفزعة حياة النساء وقرصنت وجوههن وسرقت ملامحهن لم تكن آخرهن تيلور سويفت التي تدخل البيت الأبيض من أجل منعها وحذفت اللقطات المفبركة على إكس بعد نيلها مشاهدات مليونية في أقل من 17 ساعة ومنها إلى نائبة أسترالية تدعى جورجي بورسيل حيث ظهرت بالنشرة الإخبارية على ناين نيوز وكأنها هي ولكن مع فورقة بسيطة أجريت على برنامج فوتوشوب وما إن وصلت إليها أعبرت عن امتعاضها تحملت الكثير بالأمس لكن قيام إحدى وسائل الإعلام بتعديل جسدي وملابسي بالفوتوشوب لم يكن موجودا في بطاقة البنغو الخاصة بي لا أستطيع تخيل حدوث هذا لنائب برلماني قد لا يمكن لأي شخص أن يفرق بين المزيف والحقيقة ما إن كان يعرف نفسه جيدا فالاختلافات صعبة بالفعل حتى بورسيل نفسها ربما شعلت بذلك حينما قارنت التفاصيل وتذكرت أن تغييرا جرى مثلا على بطنها اعتذرت القناة ولمت فوتوشوب قائلة إن الأتمتة وإعداداتها غيرتها لتناسب مواصفتنا لكن عملاق البرمجية الإبداعية أدوبي رد فورا بأن تلك الميزات تتطلب تدخلا بشريا وموافقة تتلاعب التكنولوجيا بالصور في عصر التزييف العميق حتى بتلك المآسي التي يكابدها أطفال غزة فهذه الصورة اشتاحت مواقع التواصل واكتشفوا بأنها من صنع الذكاء الاصطناعي وإن كان الواقع هناك أقسى مما قد تصوره التكنولوجيا بأسرها إسراء الصغير العربية